ممكن تحصل مشكلة اخرى اسمها ترانسفيوجن هيموسيدروز يعني نقل الدم بيعمل زيادة في الحديد اللي اسمها هيموسيدروز دم على الناس اللي بتاخد دم بصفة دائمة Long Term Packed RPC Transfusion اتوقع ان يحصل Adversity Effect ده المشكلة دي اسمها Adverse Effect مين دول اللي بياخدوا على طول نقل دم Long Term يعني فترات طويلة العينين اللي عندهم بيتا ثلاثمية Major Patient ممكن يكون كل اسبوع بياخد كيز او اقدر طيب احنا عندنا في صبغة بنستخدمها مهمة جدا اسمها منها نوع اسمه Prussian Plus 10 صبغة دية Prussian Plus 10 ممكن اقدر اخد عينة اليورن وعينة اليورن دي اصبغ اليورن بالصبغة دية تبني فعلا ان في حديد في اليورن نازل في اليورن اسمها هيموسيدرينوريا يبقى الحديد لما يزيد في الدم هيموسيدروز ينزل في اليورن يبقى اسمه هيموسيدرينوريا اقدر اكتشفه بصبغة اسمها Prussian Plus 10 اللي هي قائمة على Reaction اسمه PIRALS Reaction كل واحدة من الباكت اربسيس بتحتوي على 250 ميلي جرام يبقى انت كل واحدة بتدخلها بتدخل معها 250 ميلي جرام استخدمه مع كيس بتاع الدم To create the iron عشان يمسك في الحديد To avoid the hemochromatosis وهنا عايز اقول حاجة ان the hemochromatosis والheymocydrosis ساعات نقول hemochromatosis زيادة في الحديد وساعات نقول hemochromatosis وساعات جمان نقول مصطلح ثالث ذكرناه قبل كده اللي هو زيادة الحديد اللي هو iron turn over load